موسيقى صباح الخير لكل المشاهدين يوم جديد لبرنامج عالم الصباح اليوم الثلاثة عشرين أيلول والأيام عم تركد عم تركد أيام عم نقطع عشرين أيلول لألفين وستعشر شبيبي ما تواخذونا تصورنا صورة أنا وياكم الكرول معنا اليوم وشاف بس ما نزلناها هلأ بس بالبريك رح منزلها انستغرام فيسبوك بتشوفوا السعادة على وجوه الشبيبي كلهم بقضي بلشوا نهارهم بعلم الصباح مع أبو الزوز مظبوط ولا لا صح كل الشباب موافقين مبسوطين يعني إذا أنا موجود أنتم موافقين حدا حدا رافض بالكونترل روم حدا رافض لا 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 ما حدا رافض تاني رح خبركم شغلة في شغلة ضروري 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 لازم تعملوها بحياتكم أي شغلة بتزعجكم زي حوى من قدامكم ربنا ما خلقنا ولا عطاناها الروح لا لا نعذبها ولا لا نعذب جسدنا مثلا إذا في مكالمة مع شخص ما قلكن جليدته سكروا الخط بس أنه فيكم بطريقة أنه أنتو ديبلوماسية لحظة أنا دايما عندي شغلة كتير مهمة أنه بنسى حط سايلنت تليفوني كمان إذا في ميسج بشي محو ما بده شي رح أقلكون يوهن لأنه كاتبون إذا في مثلا شي بتكرهوا بعيد عنه إذا بتحب شغلة تمسك فيها مش غلط ما تجامل حدا يعني فيك جامل تكون شوي ديبلوماسي بس إذا شغلة هلقدي زاجتك وهلقدي بدك تنفذ شي مش على زوءك ما تعملها مش ضروري أبدا توقف عن التزمر زيح الستائر من قدامك كل شي أسود زيحه خلي كل شي أبيض قدامك وفرح وفتاح البواب وفتاح شمبيك واستنشئ الهوى نظيف وهيك بتبلش نهارك صدقوني في كتير قصص منعملها بالنهار نعملها غصب عنها وما قلنا جديد نعملها من جامل عالم كتير ضروري نكون ديبلوماسيين بشغلنا نكون ديبلوماسيين ديبلوماسيين إلى حد ما ديبلوماسيين من دون ما نكون لخبسين ولا خسسين ولا من تحت لتحت ديبلوماسيين أنه لنمشي الأمور لأنه في بعض الأحيان تكون أنت ريقتلك غيرك مش ريقتله والعكس صحيح هون بتلعب دورة ديبلوماسية في أمور بده شوية مسايرة بتصبط بس مسايرة بس أنه الواحد يقضيه طبيض وجه ويقضيه أنه عم يعزب نفسه عم بيتحمل أشخاص ومكلمات ومسجز وعالم قاعد معه وأشغال ما قلوه جلتا مش ضروري أبدا مش نهايك شبيبي كلكم راضيين عن بعضكم هون أنا بحييكم بلش نحن وياكم نهار غير شكل شو لأ شو لأ نور آه منيع منيع طيب بلش نحن وياكم على مصطباح اليوم متل دايما بإيجابية سؤالي عبر صفحة الفيسبوك هو تعملوا شي غصب عنكن وإذا لأ شرحولي كيف تتخلصوا منه وإذا إيه إلو اللي قدى بيعزبكن ولازم نشتغل مع بعضنا لأنه ما نعمل شي أبدا غصب عننا اللي نعملو نكون وسئين منه مية مية فاح مبلش نهارنا لغاية الساعة واحدة بتوقيت بيلوت فقرات وضيوف كتير آه تواصلوا معنا عبر كل السوشيال ميديا هيدا السؤال اللي طرحتوا عليكم شاف صباح الخير نعسين شي أدى نعم كم ساعة مبارع آآ أربعة أربعة أربع ساعات صح مش كتير لا بس آآ ما بحب نمي كتير ما بتحب تنامي كتير ما بتضيع وقت يعني آآ أنا ما بحب نمي كتير بس كون في عالم صباح بحول أدم فيي أربع ساعات زيادة لأ إجي هيك شوية هاي بعتقد النوم مثل عجقة السار جوزيف بالنسبة لي عجقة السار والنوم بتضيع وقت يعني بتضيع الوقت آآ 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 أنا بعتقد هك تب شاف من أكلتك الطيبين شوفي اليوم اليوم رح بس سمي شغلي وحدة لأنه البقية كلهم رح يكونوا دغري عفويات صح بعتقد هك رح يكونوا رح عامل اليوم رح روح على المطبخ الفرنسي ونعمل يعني يعني تعرف حيدي الميلانج الميل مع المطارد أنا بلاقيها شغلي كتير طيبة صح مع الكون في دونيون اللي هو البصل بصل وعصل وخردر يعني مظبوط كون في دونيون يعني مربى البصل مربى البصل مربى البصل بالمئيبية تعجبني باللغات اللي بترشأ فينا فيها يعني بين المكسيكي وبين الياباني وبين الفرنسيوية الياباني بعد شو كمان حكيت دخلك اسبانيولي. اسبانيولي. اسبانيولي تلياني انجليزي. شوية عربي وفرنساوي. اسم الله عليك. طيب شاف. مرسي. نحنا بنرجع لك عدة مرات بنهار طبعا. يا صباح صباح. حاطرنا حالك. نهارك حلو. بدك. بتعمل شي غاسبين عنك بالحياة. تضطر اوات. بضطر اعمل ايه. مرات بضطر لانه صرنا بعمره مع عيلي بدك عطولة اه. معك انا بتفلسف كتير اوات يعني بس انه بنحاول قد ما فيي انصح يعني وحاول انا جربها يعني انا بق اتفلسف. ما معناتها انا الايديال يعني ما انا بشتغل بتلي متلكم على الموضوع يعني ده. اسمحوا فيها بس هيدا الاحسن يصير. انا بجول لكم القصص الافضل. طيب. بلش نحنا وياكم مع تحركات الكواكب وعلم الفلك مع كارمن والابراج. صبحكم بالخير. اليوم الثلاثة عشرين ايلول سبتمبر. اليوم الامر مرافعنا من برش ترابي برش الثور لليوم الثاني على التوالي. الاجواء اليوم جيدة جدا. الابراج ترابي. عم نحكي عن موليد برش الثور. عم نحكي عن عذرة. وايضا عم نحكي عن موليد برش الشدي. كيف رح بيكون نهارنا منبلش مع برش الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برش الحمل. هيدا نهار في شوية مسائل ملبكة ومعقدة. يمكن تكون مادية. يمكن تكون فيه امتحانات مهمة. مقابلات مهمة. بتحس حالك انه تمتحن. وتحس حالك تحت الاضواء. مش بالضرورة يكون فيه اخسارة او ترابي او تراجع او فشل. قد ما انت جاهز بتاخد. احتمال ايضا يكون فيه بعض المصاريف. الاكثر حظا 23-25 عدار مارس. ننتقل لبرش الثور. مولود برش الثور ما في شي بالنسبة لك مستحيل اليوم. هلأ حتى تعرف الجو بالنسبة لك مسهل وميسر 100%. كل شي مطلوب منك اليوم انك تتقدم. يكون عندك حب المبادرة. تكون جريء لحتى تاخد خطوة الى الامام. الاجواء بتسمح لك انك تطوي صفحة من الماضي وتقرر على شي جديد. ومنها لحالة بعض الامور لحت انفرج وبتبين. تبقى الموليد الاكثر حظا 5-6 ايار مايو. مننتقل لبرش الجوزاء. بالنسبة لبرش الجوزاء الاجواء اليوم بعدها هادية بعدها راكدة بعدها جيمدة لا حياتها لمن تنادي. الاجواء فيها تكون مخيبة بتزهق بتضجر ما احتمل يكون فيه تأخير ويكون فيه التبسات. بعد على المشاكل سفر سني. بشكل خاص 1-2 حزيران يونيو. ما نكمل مع برش السرطان. بالنسبة لبرش السرطان اليوم افضل من بكرة. وبالتالي اللي عندك بهاليومين تشتغل عليه حاول انك اليوم تلحقه. وحاول انك اليوم تشتغل عليه. الجو كتير حلو لانه راح بتشوف انه بالنتيجة منك لحالك. فيه ناس من حولك. فيه ناس راح تساعدك. وفيه ناس راح تعطيك اراء كتير حلوة ونصائح جيدة. 21-23 حزيران يونيو. الاوفار حظان. بنتقل لبرش الأسد. بالنسبة لبرش الأسد الجو ضاغط لكن جو كتير 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 مهم. وبالتالي ممنوع اليوم التراجع. ممنوع انك انت تستخف بالواجبات. بغض النظر عن عمرك. يمكن عمرك ست سنين. يمكن سبع سنين. يمكن يكون 12 سنة. يمكن يكون تشتغل. يمكن تكون بالجامعة. يمكن عاطل عن العمل. الاجواء اليوم. بالرغم من تقلة. ما بتسمح ان انك انه انت تأثر. في بعض المسائل اللي بتطلب انك تعطي اكتر من اللازم. الاكثر حظان 3-4-16-17 اب اغسطس. ننتقل لبرش العذراء. بالنسبة لبرش العذراء. اليوم لا حدود لطموحاتك. لا حدود لأفكارك. اليوم كل شي مسهل. بيبقى التقدم مفتوح لمصرعيه. كل شي مطلوب منك انه انت تكون عارف حالك شو بدك. حتى لو مش عارف حالك شو بدك. احتمال انه اليوم تكتشف امور كتير جديدة بتعنيلك. وتلفط انتباهك. لكن دعان هيدا نهار يمرق مرور الكرام. قوي قلبك واشتغل على مسألة مع قدي. بتبقى المواليد الاوفر حظان 8-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0. ننتقل لبرش الميزان. مولود برش الميزان بكرة اوفر لك. بكرة احلى. بكرة اجمل. اليوم فيه تعب فيه ركض احتمال انه اليوم تزعل بسبب مشكل بسبب التباس بسبب يمكن تأخير. ما حدا بيوفي بكلمته اليوم. حاول انه شخص بيعرف عنده خبرة هو يستلم لك شغلك. بكرة وبعد بكرة افضل بكتير اذا بتقدر تأجل. تبقى الموليد الاكثر تعبا 16-17 اكتوبر. الافضل حظا اليوم 25-27 ايلول سبتمبر. ننتقل لبرش العقرب. بالنسبة لبرش العقرب الأجواء اليوم شوي معاكسة شوي بتستفزك. شوي بتحس انه عم تتحدك وعم تخليك تطلع من التيابك. لكن الجو العام ما انه هالقدي صعب كما انت مفكر. فقط هي نفسيتك وطبعك يلي هو شوي محتد. لكن اذا بتنظر للامور من بعيد بتشوف انه ما بدا هالقدي. الموليد الاوفر حظا نسبيا 7-8 نوفمبر 20 الثاني. منكمل مع برش القوس. بالنسبة لبرش القوس ما تترك شي لبكرة. الجو اليوم نوعا ما صحيح متعب صحيح نهار طويل. صحيح هيدا نهار بيخلص وما بتخلص اشغالك. لكن المستحسن انه العمل لمعقد الصعب لمقزم ينتهي اليوم. بكرة وبعد بكرة الامور الصعبة ومزعجة وبدأ يقلك خلقك. تبقى الموليد الاقل حظا 2-5 ديسمبر. كونوا حاضرين جدا 16-20 ديسمبر. مننتقل لبرش الشدي. ما حدا قدوا اليوم لمولود برش الشدي. اليوم مولود برش الشدي مكيف مرتاحة لوضعه. ناجح 100% اموره حلوة ميسرة. وما في اي عائق بدربه. وبالتالي ما عندك اي حجة لتقول انه اليوم ما مشي حالك. حاول كرر المحاولة وما تقبل بشي مش على زوءك. 24-26 ديسمبر الاكثر حظا. مننتقل لبرش الدلو. بالنسبة لبرش الدلو العناد ما بيفيدك بيدرك مية بالمية. بكرة افضل من اليوم. وبالتالي في عندك تشويسز. يا اما اليوم بتعصب وبتزعل الناس منك. وبتسبب قطيعة بحياتك الشخصية من حولك اقرب الناس لقلك. يا اما بتكبر عقلك وبتنطر لبكرة. لانه بكرة افضل من اليوم. 22-24 كانون التاني يناير الاوفر حظا. بنكمل مع برش الحوت. مولود برش الحوت اليوم النهار بيقبل الاخذ والعطى. اليوم في حوار. اليوم بتقدر تحاور حدا. بتقدر تجرب توصل لحدا. بتقدر على الاقل اذا مسكت التليفون ودقيت حدا يرد عليك. بكرة ما حدا فاضي لحدا. واكيد ما حدا فاضي لك. مولود برش الحوت تتحرك اليوم واحكي اليوم. واحد لثلاثة ادار مارس هو الاقل حظا. بختم مع مولود اليوم. بنسبة لمولود اليوم هادي سنة حلوة. بتفتح ادامك مجلات جديدة. لحب انت تكتشف تجرب تختار وتنقي. يعني فيه تشويسز بهادي السنة الجديدة. ايلول سبتمبر كانون التاني يناير ايار معي. هنه افضل اشهر. الى اللقاء بكرة ابراج جديدة باي باي. شكرا لك كارمن. بنرجع من شوفك بابراج بكرة. الحياة اقصر من انه نهدرها هيك بالطعمة مع اشخاص. بدك تضرر لهم دايما افعلك. اللي بيحبك بيشوف فيك الخير. واللي ما بيحبك شو ما عملت ما رح ترضيه. هادي ما اقولي لجبران بقول الحياة اقصر من انت اهدرها مع اشخاص. تبرر لهم افعالك طيلة الوقت. من يحبك سيرى الخير فيك ومن يكرهك لن تستطيع رضاءه. ريكم نرجع خليكم معنا.